خلونا نطلع نشوف تقرير عن استعدادات المنتخب لمواجهة بوركينا ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية وصلنا لتقرير جولة في أهم الأخبار قبل بس ما أطلع تقرير مينة اللي كسب الشباب في نهاية كأس مصر لكرة اليد نادي الزمالك بيلاقي نادي سبورتينج في المباراة النهاية سبورتينج فاز 27-25 إذن أصبح نادي سبورتينج هو بطلا لكأس مصر بعد فوزه على نادي الزمالك في نهاية كأس مصر اللي كان بيتكلم عنه الكابت الخطيب من شوية نحن يعني طلعنا من كأس مصر بس أنا حبيت أقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل وبمناسبة اللي بيحصل أنا مش هرد النهاردة يعني مش هترد النهاردة عم إسلام هل من المفترض أننا يطلع المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك ويتكلم عن لعب في النادي الأهلي أو نجمة في النادي الأهلي زي كهرباء وأننا نسكت وما نعملش أي رد فعلي هيقول لك أسلوه بيتكلم في البرنامج الخاص بتاعه طيب يعني هل أنا ممكن أنا بقى ممكن أطلع على اللايف مثلا عندي أي لايف على سوشال ميديا وأقول أرد على هذا الكلام مثلا يا جماعة العلاقات محترمة العلاقات طيبة التنافس خليه في الملعب نقدر نرد ونرد كويس جدا ولكن هنحترم ولن نكون رد فعل سريع لن نكون رد فعل سريع عن الكلام اللي تقال هننتظر إيه اللي هيحصل ومحدش يقول لي أصله بيتكلم في برنامجه الخاص طيب هنطلع اللايف وحخلي الشباب يطلعوا اللايف ويتكلموا كل واحد يرد بقى على هذا الكلام فالحقيقة كلام مش منطقي وكلام لا يصح إذا كان هناك عتاب ممكن على فكرة يبقى هناك عتاب هل حد من حضراتكم شاف الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي طلع في أي قناة وبيتكلم عن أي لاعب في النادي الأهلي في النادي الزمالي أنا آسف من فضلكم يجب أن يكون هناك إيقاف لمثل هذه الأمور إذا كنت تريد أن لا يكون هناك رد فعل من جانب النادي الأهلي أو من جانب قناة الأهلي أو من جانب البيت الكبير أو من جانب إسلام فمن فضل حضراتكم وأنا بتكلم هنا بمنتهى منتهى الاحترام من فضل حضراتكم نخلي بالنا من كلامنا لأنه الحمد لله مجالس الإدارات العلاقات طيبة اللاعبين لما بيكونوا مع بعض في المنتخب زي ما حضراتكم بتشوفوا اللي بيحصل ما بين زيزو ما بين الشناوي ما بين الناس كلها بينهم وبين بعض بيبقوا عاملين إزاي الجماهير الحمد لله المدعبات اللطيفة الخفيفة دي بتعدي وبتبقى حاجات جميلة جدا وكل سواء الجمهور هنا أو الجمهور هنا بيستحملها وبتبقى حاجات لطيفة ولكن مش عايزين نرجع للأيام السابقة خلي بالكم من كلامكم خلي بالكم من كلامكم ولن نكون رد فعل سريع ولكن ممكن جدا نكون رد فعل أتمنى أن الرسالة تكون وصلت لكل الناس أتمنى وصلنا دلوقتي لتقرير جولة في أهم الأخبار المحلية والعربية والعالمية ومن بعد هذا التقرير فاصل ومن بعد الفاصل كابتن ياسر أدوان واحد مثل أعلى لكثير وكثير من الجيل بتاعنا يعني هو كابتن ياسر مش أكبر مني بكتير ولكن أنا لحقته شوية هو مثل أعلى بالنسبة لي ومثل أعلى لكثير من الأجيال في الباك رايت باك رايت أو باك يمين على أعلى أعلى مستوى لعب لنادي الأهلي لعب في ألمانيا لعب لمنتخب مصر لعب لأنديها كثيرة جدا جدا أوروبية ترجمة نانسي قنقر